دعي الخل على التمر الوصفة اللي غادي تغير حياتكم حرفيا فاختي مهما كان العمر ديالك فوق ستين سبعين سنة كنتي كتعاني من تجاعيد العميقة تجاعيد العنيد المستحيل اللي مخليتي مجربتي فيها لكريمات لوصفات والتاشي حاجة اختي ملقتي فيها نتيجة فاليوم اجبتلك الوصفة ديال التمر والخلي غادي تمسح ان شاء الله شي حاجة اسميها التجاعيد الوصفة اللي غادي تندمونها دم عمركم اذا ما جربتوهاش ما شاء الله عليها كتخليكم ترميوا الادوية الوصفات جميع الاشياء اللي كنتو كتستخدموها الماكياج في الزبالة وغادي تغير حياتكم وما غاديش ان شاء الله تعانوا من اي مشكل في البشرة ديالكم تاني وكما قلت لكم مهما كان عمركم سواء ان جاوزي او تخطيتي 60 سنة او 70 سنة عندك ترهولات عندك تجاعيد اللي هي محفرة فهذا الوصفة غادي تملأ تعمر ليك دوك تجاعيد اللي كيكونوا محفر الجسم زائد زولهم ليك بمسيحة واحدة من هاد الوصفة الكريمية العقدة اللي غنصابو بها يعني تقريبا بحل علك واحد الوصفة معجزة بالطمر وبزفة النساء يعني عندهم الطمر عندهم الخل ولكن الاغلبية فينا اختي ما عارف شلاغوست فاليوم اختيجيت باش نشاركها معك الوصفة اللي ايو حدا تشاركتها معها كتر حملية بيها الوليدين فانتمنى تعجبكم وكيما قلت لكم اي مشكل في البشرة ديالكم سواء السيكاترية يستسبو غا تنمشوا الكلفة را تزولهم ومهما كان حلمك مستحيل انت وقوزك فانبغين نقول لك انو الوصفة غتحقق ليك اختي هاداك شي كامل ولي عندك مستحيل في البشرة ديالك لانو هادا الوصفة كتصلح للنساء وللرجال غنصوب وجوش ديال الوصفة الوصفة ان شاء الله الاولى غتكون عبارة عن وصفة اللي غتكون للنساء وللرجال هو عبارة عن محلول سحري غدي نصوبوه معاكم وكذلك الوصفة التانية غتكون غير للنساء فقط هي وصفة او لكي ما كان قولو ماسك او خليط او عالك لعلاج تجعيد وتبييد وتفتيح لون البشرة فبصحة وراحة مسبقا وما تنسوناش عافكم اللي لايك ديالكم اي وحدة كتشوفيا دابا مغين نقول لاتها بتحسن هادا فيديو وضغط او لا تبرك زر لايك باش هكذا زيت تشجعني وزيت افونسي بي القدام فالهلا يخطيكم عليا كذلك البنات هذيك اللايك اللي كتديرو كتكونوا سبب باش ان هادا فيديو زيدي وصل عند بزفت المتسبعات وبزفت البنات وخطة نعرفوهم او ما تنعرفوهمش لانه اغلبية نساء كتعني متجعيد وكيبقوا بيستفدهم بحل هاد الوصفات والكلي لأسف ما كتوصلوش بهم لانه انتوما ما تغطوش اللايك فكونوا سبب باش هادا فيديو زيدي وصل طبيت الحال نديو انتوما الاجر العاديم ونديوه كاملين باذن الله كذلك اشتركي في القناة رايوميا كنزل جديد فعلي زي الجرس وخلي لنا تعليقات اقتراحاتك وستفساراتك ويالله معانا على بركة الله ندوزل طريقة ديها التحدي المهم لبناس اول حاجة نحساجوها واللي هي الخل الخل هنا يعندي خل مائدة الملون دائما كنخدم بهذا النوعي اللي كتكون المعدل ديالها 6% نتمنى تكون كتبان ها هي ها هو البنات المعدل ها وكيبان هنم زيان ها 6% هادا كيكون شوية ناقص تركيز ديالو اللي كيكون كتر مثلا 10 او 8 كيكون شوية في تركيز ديالو زيد هادا هادا كيبقى زوين بالنسبة للطمر هنهي غن نصحكم تاخدوها البنات التمر اللي كيكون رطب ما تاخدوش التمر القاسح لانو مكيكونش سهل في الوصفة الكريمية او للعلك اللي غنصغبو به ان شاء الله هاد الوصفة إلا اخدوش التمر الطب حل هادا ولا غار طب منو فكيسهل عليكم في ذاك الماسكي والتمر الطب وكيسهل علينا في الخدمة وفي التطبيق ديالو البشرة ويمهنا ايمن الاحسن تاخدو نوعية ليار طبع ما تاخدوش النوعية القاسحة اللي عند هذيك الجلداء قصح منها يعني ما كان يعني كتكون قصحة بزف بزف حتى في الماكلة كجيكم قصحة فهذاك النوعية ما نصحكمش بها احسن نوعية حبيباتي هو هالطمر انا نحاو نقرب لكم بشيبان لانو دائما ايا وصفك يكون عندها اسرار وهذيك الاسرار هما برش كتنجح ومطبعي الحال انا بدوري ايا وغسطة شاركتها معاكم في القناة كناتكم الاسرار دياله فا اول حاجة غناخدو واحد الكاثرول وغدي ناخدو دوك التمرات وطبعي الحال الكيميه كتبق على حسب كل وحده فينا والكميه اللي كتبغيين وهذا العلفة هادو ت تحركيها تشتو البنت تمركي في شدير تحركيها 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 تحيدوهم تضيف كمية جل تضيف كمية جل تنسي تأخذ نصفت بشكل كمية جل تحركيها تحركيها توجد او نصفت تحركيها تضيف بخل تحركيها او نضيفها قبل صغير تحرك تتسلق هيا تثير وتطبقوا معكم الوصفة لنساء و للرجال و الوصفة الثانية ان شاء الله غال للنساء فقط و كما قلت لكم حبيبتي ما تنسوناش عافكم عافكم حبيبتي انت يا اختي اللي كتفرجي في يدابا هادي تضغطي على زر لايك ما غتخسري عليها تشي حاجة يعني حاجة فابور ان شاء الله غير غادي تبركي على زر لايك بيش لا فيديو ان شاء الله يزيدي انتاشر و كما تلاحظوا كتوضعوا كل شي فوق النار و النار كما قلت لكم حبيبتي تكون مهيلة مره مره اخذوا واحد معلقة و بدون تحركوا هدك التميرات عافتوا هي لبنات السر ديال هاد الوصفة هو الطمر لانه بزفت لبنات قالوا يا رجل ربناها ولكن راه ما تجمعت لنا مزيان فالسر دياله هو ذك التمر خاصو يكون رضب لكن قاسح كتنجح ولكن ما كتنجحش 100% كتنجح 96% 4% ندخرة كتنمشين طبعي الحل انه لغوسيت قدرت تدك التمر شوية قاسح طريقة التطبيق ما كتكونش مزيان اما الحمد لله في النتيجة ديالها كما كانت نوعية التمر ستناسبكم فدائما الحمد لله كما نقول وصفة باش تنجحك يكون عندها اسرار ديالها وانا بدوري اي وصفة شاركتها معكم كنشارك معكم السر ديالها والاسرار ديالها ان شاء الله باش تنجح مع الجامع مهم هنية الكمية اللي يضفت لها غير ثلاثة التمرات تقريبا راه ما كترتش ولكن لمثلا باغة تبدأ تصعوب هاد العال كالبنات وتبدأ تبيعوه اللهم يستير لكم اجمعين يا رب لما لا تتعوني راسك سوان بالقليل ولا بالكتير ليكل ولداتك العائلتك كما قلت لكم حبيباتي هاد العال كزوين زوين 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 ما شاء الله يعني ديال التمر كي اللي غيسميه ماسك اللي غيسميها وصفة كل واحدة وشنو ولكنها اختيرة يمشي فيهم بثلاثة في نفس السياق لانه زوين ماسك غزال كينفخ بالنسبة للي عندهم مثلا تجاعد تحفر طلابو ديالهم ولكن ما يبخلي وشدك البلاسة محفرة فاختي هاد الاغوصيد كتتزول ذاك الحفارة ديال التمر كتتفتح كتتبيض وكتجبل فيها كل شي وصفة كما كنقولو ما شاء الله بكل المقاييس اقتصادية رخيصة التمر الحمدلله تخضيع خمسة دراهم غرب عدة دراهم جيبه وتصوب بها وصفة اللي يدوم معك مدة طويلة يعني انتنا ما تدريش كيمية التمر كاملة او شوية الخل و شوية الماء يعني كاتقام اقتصادية زائد انها و هاد المشكلة اللي غتتتعالج و هاد الاغوصيد و هاد المحلول كان عانو منو احنا يا نساء و رجال كل كلك يعاني منو كتكون زوينة معقمة ما شاء الله عليها وبالنسبة للخل اللي يسولون عليه واش يدير اشي مشاكل للخل هو معقم و هو ما شاء الله عليهم مبيض من درجة الاولى اللي عندهم الحبوب او اللي عندهم التهابات فهم اللي يخففوه و يديروش مركز اما ما سباقرة يتبوهتها تقريبا جميع انواع البشرة الا الحساسة مهم هنال البصفر هددتها تغلي يعني هنال هاد التميرام تبركي عليها بديك المعلقة ولا بديك الشوكة تبارك الله يعني ضغياء ضغياء تتخدم معك الطعب و تتعطيك نتيجة اتبوه تحبب و تنقي بديك الطعب كما تريد كما تريد اضافي الطمير سوف تغيير اللون من الماء العادي لأن التميرات تجعل الفعاليه في الميافن سوف نضيف النار و نجعل المحلول برد جيد نضيف مباشرة و نصبه من المحلول و نأخذ التميرات و نصبه بهم الوصفة و نفخ الواجه و نفخ أي منطقة في الجسم علاج ترهولات و تسبغات و توحيد للبشر ثم اغليت الوصفة سوف تضع المعلقة بحلقية دخل المعلقة كاملة في التمير سوف نأخذ الكوب أو لكاس و نضيف ملتقية و نضيف الكوب منه كانت أغليت الكوب و مرؤي تعني على هذا المحلول يحصل على كاس حلوه طبيعية غاني لك من البعض و نضيف الدميرات وكذلك هذا هو المنقوع لعلاج الوزن الزائد لقلون العصابي وكذلك بالنسبة للبنات اللي عندهم تسموم ولا عندهم يعني رائحة كريهة ديال الفم فهذا كيعقم لنا المعدة ديال نوت زوين زوين كأن نصحكم تاخدوه قبل الفطور على الريق واحد الكوية الصغير وبصحتكم وراحتكم في حلاوة طبيعية كي سلاح الكبر والصغار قدموا لي غير قليلة واحد تلتيام اول سيمانة وغادي تردو علي الخبار في التعليقات بصحتكم وراحتكم اي تساؤل خليوا في التعليقات هو للنساء و للرجال كيموكت لكم شوفوا ما شاء الله على هاد الكويس هادا كنتمنى اي واحدة ولا اي واحد فهذا كشي اللي أجبت لكم في البداية هاد لغوستيت للزوج ديالك اللي كنتي يا الخوك للأب ديالك فالأي واحد كيعاني من القلون العصابي وكذلك الوزن الزائد او السمنة او للكريشة اللي كي تكون خارجة بارزة او للجوانب كذلك فهد الكوب غزال وفيه حلاواس يوك خيم ما شاء الله انا بدا كنا نعطيه البني ستي صغير كي يحمقوا عليه يعني ما تخافوش ماشي شي محلول لي حاماض ولا شي محلول لي ما من السمش كتحسي به كتشربه وانتي بغا تتزوليه الا هاد لغوستيت زوينا البنات كنتمنى هاليكم وعفاكم حيدوا علينا العقز ونضج جربوا لنا هاد المحلول ورضا لنا في تعليقات وده بندزول الوصفة الثانية ونحتاجوا ان شاء الله وحد بالإناب حالكاية ونقرب ليكم بشبان مزيان هناخذوا ديك دوك الطميرات وتحاولوا تمعكوهم من الاحسن إلا عندهم هاد الجلدة هادي كثيرة هادي الجلدة ديال الطمر حيدوها لانه هالي كتخلي الوصفة ماتتمعكش كاملة كيتتمعك شوية وشوية لاخر الله فإلا حيتوا هاد هاداك القشرة اللولة ديال الطمر ركتكون يابسا يكون حسن طبيعي الحال في الوصفة ديالكم مويمانا حاولت لي بنت لي اقريبا راني حيتها مويمانا باش تسهل علي الخدمة سافيوك نبدأو نشدو دك الطمر ونمعسوها ونمعكوه بحلكية البنت اللي يقولوا يوش نخدموه بذلك الطمر المعجل الواجد لا هذا هو السر في علاج تجاعد هذا الطمر بحلكية يتخدم بهالطريقة هادي ماشي يجي بيه واجد عمر بالمواد يعني المحافظة وهذا هذا مزوينش نهائيا هاكذا يتخدم باش ان شاء الله تكون نتيجا مية في المية من بعد ما كتحصلوا على الطمر معجن بحلكية هتزيدوه مكوين واحد وغطبقوه بصحتكم وراحتكم والمكوين اللي ينفخ كعاج تجاعد كعاج ترهولات كعاج تسبوغات وهو الحموس اتخذوا كيميا دي الحموس اللي كيكون خضر بحلكة يام طبعا يتحن بعد ما يتحن او لكي تتحن انت عند العطار كيو اللي بحلكة باودر انا غنوريكم شوفوا تبارك الله القرعة كانت عندي قداش يعني الكيميا كلها كلها مشات فوحد ضرف اللي هو واجيز باش تعرفوا را كان خدمنا بالحموس بشكل اللي هو متكرر هكذا لبنات هذا هو اللون دياله هذا هو الشكل دياله وضغط ياله وكي تبدأ وشتوه هذيك كميرا تكون تعجنات مع هذك الحموس صافي وهذا أختي هو العلك وهذا هو الماسك لعلاج التجاعد طبيعي الحلوية بشتوه بحالك يتطبق تطبقوه على الوجه ديالكم كامل بحالك يجبد لكم وجيه ديالكم لأي منطقة افضل في خمسة ديال دقيقة بحالك 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 تطبقوه على للدار لانه لانه تخرجون مباشرة يتزيدون نسبة تسائد دائما في الدار الترتيب خارج البيت دائما الواقع الشمسي بحالك بصحا ورحا لبنتمو سبقا تسونا شمال لايكات شراك في القناة وتفعلكم زر الجرس وانطلق معكم فيديوهات مقابلة سلامة